السائلة تقول ما حكم سفر المرى بدون محرم وما حكم سفرها مع القوافل العلاجية إذا كانت الرفقة مامونة طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا الكلام حسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذي مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم فما بجزء التسافر شنو إلا معها محرم والمفروض أنه تعدل الغوانين يعني يقول لك الآن طيب الكلام ده ما بيشتغل معنا الآن منه قال ما بيشتغل قال ما بيشتغل مه ممكن تشوف تشوف محرم تسافر قافلة علاجية ما في أي شكال أصلا الجامعة زاتة تنظم المحرم فالإنسان عليه أن يتق الله عليه أن يتق الله وعليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يخرج معه إلى الجهاد جهاد في سبيل الله مش قافلة علاجية جهاد عديل وسافرت زوجته إلى الحج يقول لها شنو ما في أي كلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت إلى الحج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يلحقها فيرجعها فيجاهد أو أن يحجمها هذا خلاصة تغريبا هذا خلاصة الحديث فالشهد من الكلام إنه ما بيجوز سفر المرأة من غير محرم هذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان